مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد طياء عزائي طلاب الشهادة الثانوية العامة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن اليوم مع الجزء الثاني من قصة مريم الصناع ولنقرأ معنى القصة اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحوا الاقتصاد في النفقة من أصحاب الجمع والمنع وقد صار هذا المذهب عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب والذي يجمع على التناصر وكانوا إذا التفوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه فأقبل عليهم شيخ فقال هل شعرتم بموت مريم الصناع فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح قالوا فحدثنا عنها قال نوادرها كثيرة وحديثها طويل ولكني أخبركم عن واحدة فيها الكفاية قالوا وما هي قال زوجت ابنتها وهي بنت اثنتين عشرة سنة فحلتها الذهب والفضة وكستها الوشي والقز والخز وعلقت المعصفر ودقت الطيبة وعظمت من قدرها عند الأحماء فقال لها زوجها أنا لك هذا يا مريم قالت هو من عند الله قال دعي عنك الجملة وهات التفسير والعلة والله ما كنت ذات مال قديمة ولا ورسته حديثة وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك إلا أن تكوني قد وقعت على كنز وكيف در الأمر فقد كفيتني مؤونة البنت قالت اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة فإذا اجتمع من ذلك خدر كاف بعته في السوق وكنسته ليوم الحاجة فقال لها زوجها تبت الله رأيك وأرشدك ولقد أسعد الله من كنت له سكنا ودارك لمن جعلت له إلفا وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك المحمود فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها ثم انكفأوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه وقبل أن نتعرض للتمارين فلنقرأ معا والمراجع الآتي الطبق هو الجمع بين الكلمة وضدها في سياق واحد وينقسم إلى طبق الإيجاب ويكون بالإثبات لكل الطرفين قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا فأضحك مضاد لأبكى وأمات هو مضاد لأحيا ثانيا طبق السلبي وفيه نجمع بين كلمة مثبتة مرة ومرة منفية فقال لي تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب يعلمون ولا يعلمون طبق سلبي والآن ننتخل إلى التمارين السؤال حدد نوع العلاقة اللغوية لكل مما تحته خط مما يأتي وكستها الوشية والقزة والخزة ما العلاقة بين القز والخز أحسنت راضف لأن القزة والخزة بمعنى الحرير السؤال التالي والله ما كنت ذات مال قديما ولا ورثي حديثا ما العلاقة بين قديما وحديثا أسمع الإجابة سباق الإجاب أحسنت السؤال التالي ما الموضوع الذي تدور حوله القصة أحسنت الاقتصاد والتدبير السؤال التالي بالرجوع إلى مقدمة القصة بين موقف الجاحظ من الذين ينتحلون الاقتصاد في النفقة إذا عدنا إلى مقدمة القصة نجد أن الجاحظة مخالفا لهم ساخرا منهم والدليل على ذلك قوله أصحاب الجمع والمنع قد صار هذا المذهب عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب السؤال التالي وضح موقف الزوج من تصرف زوجته كما قرأنا الزوج معجب بتصرف زوجته موافق على تصرفها ومعجب به السؤال التالي هل توافق الكاتب في وضع هذه القصة في كتاب المخلاء ولماذا؟ أحسنت يا بني نعم لا أوافق لأن ما فعلته المرأة نوع من أنواع التدبير السؤال التالي رسم الكاتب شخصية مريم الصناع من خلال الحوار والوصف وضح ذلك مدللا على ما تقول الإجابة بدت مريم الصناع امرأة مدبرة صالحة أمينة في بيتها وقد كشف الكاتب عن هذه الصفات من خلال الوصف المباشر كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح ومن خلال الحوار كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة وما أنت بخاينة في نفسك وإني لأرجو أن يخرج والدك على عرقك الصالح أسوأ الأخير تمت تناص مع القرآن الكريم في القصة حدده وبين أثره والتناص كما تعلمون هو نوع من أنواع الاقتباس الإجابة أحسنت في الحوار الذي دار بين مريم وزوجها أن هذا يا مريم هو من عند الله تناص مع صورة آل عمران وقد وظف الكاتب هذا التناص للتأكيد على فكرة المفاجأة والإعجاز في الموقفين في قصة مريم بنت عمران كان مصدر الرزق عن طريق الإعجاز الإلهي وفي قصة مريم الصناع كان حصول الرزق بمثابة إعجاز نظرا لفقر حال زوجها وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم أسأل الله تعالى في عليائه أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من الأمراض والأوبئة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر